أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليل به معالية المياه ونواصل تسجيل المقاطع لشرف محتويات هذه الوحدة طرق معالية مياه البحر ولاحظنا في المقطع السابق عدة طرق ونتناول في هذا المقطع شرف أحد تلك الطرق أو اثنين منها طريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل هي أكثر الطرق واستخدام في مجال تحليل مياه البحر تصل نسبة استخدامها إلى أكثر من 70% مغاربة بالطرق الأخرى إذن هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا واستخداما على الإطلاق في العالم مغاربة بالطرق الأخرى طريقة التناضح العقسي اسمه استعتبر الأكثر شيوعا بعد طريقة التبخير الوميضي إذن هذه الطريقة نمرة واحد المستخدمة في العالم وهذه الطريقة نمرة اثنين المستخدمة في العالم تمثل الطريقتان علىه وهما MSF والRO متعدد المراحل وطريقة تناضحة العكسي وهما الأكثر استخداما في العالم تمثل طريقتان علىه وهما الأكثر استخداما على الإطلاق من بين الطرق الأخرى وتصل نسبة استخدامه إلى حوالي 6% من إجمال استخدامات الطرق الأخرى إذن إذا كانت الأولى حوالي 70% إذن الربيرت سموزي تكون حوالي 16% في المية إذن الطريقتين مع بعض تمثل الأكثر استخدامها مقارنة بالطرق الأخرى كما لاحظنا وذكرناها في المقطع السابق التبخير المويضي المتعدد المراحل ونتناول تعريفه بالتفصيل في هذه الشريحة مياه البحر تسخن وتبخر بعد ذلك تم تكسيف البخار لإنتاج المياه المحلة إذن هناك في مراحل تسخين تبخير تكسيف ثم تجميع الماء 1 2 3 مراحل تسخين تبخير وتكسيف بخار الماء الذي تم تكسيفه يستخدم كمصدر للطاقة الحرارية تسخين مياه البحر الداخلة إذن الماء الذي تتبخر يكون فيه طاقة حرارية وهذه الطاقة يستخدمها لتسخين المياه الداخلة من البحر يتم تقسيم التبخر والتكسيف إلى العديد من المراحل التي تتكرر عدة مرات وبالتالي يؤدي إلى زيادة الكفاء بوجه عام إذن كلمة المتعدد المراحل تبخير وتكسيف تكون في عدة مراحل إذن سمي بي المتعدد المراحل أحد الميزات الجيدة لتبخير الميض المتعدد المراحل هي القدر على إنتاج كميات كبيرة من المياه المحلة في وقت واحد إذن قدر على إنتاج كميات كبيرة من المياه في وقت واحد من ميزات هذه الطريقة أيضا استخدام درجة حرارة استخدام درجة حرارة مخافضة وطاقة بخاري مخافض كمصدر للطاقة الحرارية وهذا شيء جيد هذه الطريقة جعلت التحلية ممكنة باستخدام الحرارة المهدرة من محطة التوليد الطاقة والحرارة المهدرة هنا لاحظنا أن الماء الذي يتبخر يحمل طاقة وهذا الطاقة استخدمت في تسخين الماء الداخل من البحر وفي هذه نرى أن هنا أيضا ميزة ثالثة بالإضافة إلى الميزات الأولى والثانية والثالثة ثلاثة ميزات الأولى إنتاج كميات كبيرة الثانية استخدام درجة حرارة مخافضة الثالثة الميزة الثالثة استخدام الحرارة المهدرة وهنا نرى محطة تستخدم الملتي ستيج فلاش أو تبخير الميضة المتعددة المراحل ونرى الشكل هنا واضح الشكل توضيحي يوضح مرحلة الملتي ستيج فلاش أو تبخير الميضة بتعدد المراحل ستيم إن هذه ألف ستيم إن يعني يدخل البخار يدخل البخار من هنا ويطلع من هنا إذن إيه هي ستيم آوت اللي هو يدخل البخار ويطلع من هنا ولو لاحظنا هنا H هنا هذا الهيتر البراين ووتا هيتر أو الماء المالح كيف نسخنه إذا انتقلنا للمرحلة الثانية هنا B C ووتا إن يعني ماء البحر يدخل ويمر ويتسخن عن طريق هذا الستيم الحار نلاحظ هنا C بوتا بولوتا يعني هذا الماء الذي يتم تكسيفه وتجميعه هنا هذا ماء صالح للشرب هذا ماء صالح للشرب D ويستووتا يعني الماء الزائد الملوحة والتخلصنه في حالة المعالجة وهنا يكون هذه المرحلة D ولاحظنا إيه هو عندما طلع البخار F Heat Exchange أو تبادل الحرارة هذه المرحلة بتاعت F تبادل الحرارة وجي Condensation Collection وتجميع التكثيف تجميع المياه المكسفة وتكون بهذا الشكل نلاحظ كيف المياه البحر الداخلة تستفيد من الطاقة المهدرة من بخار الماء وبهذا نصل لهذه الصفات السلاسل إنتاج الكبير استخدام الطاقة المهدرة وإعادة هذه الطريقة بشكل متكرر تكسيف تبخير ولهذا نالت هذه الطريقة المالتستيج أو التبخير الوميضة لبتعادل المراحل استخدام الأول بالنسبة لها نسبة لميزاتها ونصل لنهاية هذا المقطع ونوصل للشرح في مقاطع أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر